ماذا عن التأمين؟ والحقيقة أن هذه القضية التي وعدنا حضرتكم آخر حلقة بأننا نتناولها بشيء من التلخيص السريع مع حضرتكم في حلقة اليوم ونظرا لأن هذا العقد من أنواع العقود أو هذه المعاملة من أنواع المعاملات المستحدثة التي هي في الحقيقة من المعاملات الجديدة يعني لم يرد في شأنها نص قطع واضح بالحل أو بالحرمة إذن هذه المعاملة الآراء فيها خاضعة لاجتهاد السادة الفقهاء بالرجوع إلى النصوص الكلية الحاكمة لجميع معاملات الإنسان وبالتالي هذا الاجتهاد يعني في من السادة الفقهاء والعلماء يكون اجتهادهم في هذه المسألة بناء على ما توافر لديهم من معلومات وقياس هذه أو شكل هذه العقود بالنسبة لما تجيزه الشريعة الإسلامية أو بما فيها ما يتناغم مع مقاصد الشريعة الإسلامية أو مما هو ضد هذه المقاصد لأنه في النهاية المصلحة بالنسبة للإنسان هي المعتبرة ورعاية حقوق كل طرف دون جناية من طرف على طرف آخر الحقيقة ملخص هذا الأمر في عجالة أنه مسألة التأمين عندنا على ثلاث أنواع أول نوع من أنواع التأمين بيسموه التأمين التعاوني أو الاجتماعي وهذا التأمين أنواع منه مثلا التأمين الخاص بالضمان الاجتماعي التأمين الخاص بالتقاعد التأمين الخاص بالتأمين الصحي وهذا النوع من أنواع التأمين بفروعه وأقسامه اللي بيبقى فيها رعاية للإنسان الحقيقة أنه هذا النوع قائم على نوع من التعاون ما بين الفرد وما بين الدولة أو المؤسسات اللي بيشتغل فيها الإنسان على توفير هذا الأمر بالنسبة له لتحقيق نفع له مش قائمة على مسألة ربح ومش قائمة على مسألة التجارة فهذا الصنف وهذا النوع من أنواع التأمين اللي بيسموه التأمين التعاوني أو الاجتماعي أجازه أساد الفقهاء بكل صوره وبكل أنواعه لأنه قائمة على مسألة قائمة على التبرع وليس فيها ربح وليس فيها تجارة وليس فيها غرر وليس فيها استغلال النوع الثاني من الأنواع الثلاثة الخاصة بمسألة التأمين وهي مسألة التأمين التبادلي التأمين التبادلي ده اللي بيكون مثلا نجد مؤسسة زي المؤسسات الخيرية اللي بيبقى لها أعضاء الأعضاء دول فيما بينهم بيتعاونوا على مثلا إنه إذا ما ألم ضرر أو خطر بشخص ما بيتعاونوا فيما بينهم عن طريق التبرع يعني نوع من المؤازرة إنهما يقفوا بجانب هذا الشخص بإنهما بيدفعوا مبالغ محددة وإنه هذا المبلغ بيغيث به صاحب الخطر أو صاحب هذه المسألة في وقتها عند حدوثها وغير قائمة أيضا على مسألة الربح وغير قائمة على مسألة التجارة إنما هي عين وتعاون على البر والتقو وده برضو أجازه السادة الفقهاء لانتفاء الغرض لانتفاء الشروط الفاسدة لانتفاء تضييح حقوق أي من الطرفين النوع الثالث من أنواع التأمين واللي فيه الخلاف بين الفقهاء وهو اللي بيسموه التأمين التجاري التأمين التجاري التأمين التجاري فيه مبدأ الربح وفيه مبدأ التجارة التأمين التجاري أنواع منه تأمين بيكون على الأشخاص وده بيكون مثلا في حالات مثلا حالة الوفاة وانواع فيه منه التأمين المؤقت فيه منه العمري يعني انواع بتندرك تحت الوان هذا النوع من العقود وهو التأمين التجاري اللي بيكون مع شركات تأمين هذه الشركات هو نوع من التجارة بالنسبة له عندنا منه تأمين على الاشخاص ومنه تأمين على الاشياء ومنه تأمين عن المسئولية عن الغير يعني أنواع تحت هذا النوع من التأمين التجاري وهذا النوع انقسم فيه الفقهاء إلى قسمين القسم الأول يرى بأن هذا النوع من التأمين التجاري القائم على الربح والقائم على مسألة التجارة شايف أنه يحرم لأنه يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبناء على ذلك نجد فريق من أهل الفقه والعلم يرى بحرمة هذا النوع من أنواع التأمين اللي هو التأمين التجاري ويرى فريق آخر من أهل العلم والفقه بأن هذا النوع من أنواع التأمين التجاري هو جائز والمعاملة به وبأنواعه كلها جائزة لا حرمة فيها ودار الإفتاء المصرية تفتي بذلك لكن في مضمون الفتوى تضع مجموعة من الأمور الوضحة جدا وهي أنه تجيز هذا النوع وهو أيضا من أنواع التأمين وهو التأمين التجاري بل بالعكس بتدعو إلى توسيع العمل بمسألة التأمين ليتعود المواطن على الادخار بما يعود به النفع على المواطن وعلى الوطن كذلك وترى دار الإفتاء المصرية بأنه طالما بتأخذ نسب معقولة من رواتب هؤلاء الموظفين أو الأشخاص وكذلك أن تعود إليهم وخلي بالحضراتكم من هذه المسألة أن تعود إليهم الشخص ده اللي بيأمن على نفسه مع شركة التأمين أنه ستجي له في يوم الأيام جميع مستحقاته المالية اللي دفعها واللي يعني دفعت بشكل أقصاد ثابتة مع استثمارات هذه الأموال في وقتها يعني وكأن المسألة واضحة بأنه ما يبقاش فيها غرر ولا شروط فاسدة ولا ضياح حق الإنسان اللي بيروح لشركة التأمين طيب إحنا هنطلع من هذه المسألة بإيه؟ أو بهذا التوضيح أنه في الحقيقة بالنسبة للعقود الخاصة بعقود التأمين التجارية دي أعتقد أنه كل عقد لابد أن يراجع بمعنى بنود العقد المتفق عليه يعني أنا كإنسان هروح لشركة التأمين وأنا حاخد بالرأي اللي بيقول بالجواز لكن مش معنى كده أن أنا مراجعش العقد وأن أنا يتضحك علي لا أنا أجيب العقد لأن طبعا الفريق اللي حرم شاف أن ده بيتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية الفريق اللي أجاز اعتبر أن دي نوع من أنواع التجارة فأجازها وقال دي تجارة عن طراض بين الطرفين طيب طالما إحنا على الرأي الثاني الذي رأى بأنها نوع من أنواع التجارة وإنها قائمة عن طراض وبخاصة أن عقود التأمين في أغلبها عقود إذعان يعني الإنسان اللي بيروح يأمن على نفسه في شركة التأمين ما عندوش فرصة يقوله شيل البند ده ولا حط البند ده هو العقد ده ثابت يعني عجبك تاخده ولا مش عجبك تاخده فهذه العقود التي فيها إذعان شاف الطرف اللي يرى بجوازها بأن دي عقود نوع من أنواع التجارة وقائمة عن طراض لأن لما راح هذا الشخص الذي يريد أن يؤمن على نفسه في هذه الشركة أو يؤمن على شيء أو أي أن كان نوع التأمين اللي راح يعمله أنه قبل بوضع العقد على حاله فاعتبر أن ده نوع من أنواع التجارة اللي موجودة وقائمة عن طراض لكن هذا لا يمنع أنه الإنسان عليه أن يراجع العقد ده ولا مانع أنه كل عقد قد يصدر بشأنه حكم أو يصدر بشأنه فتوى لأنه ممكن العقود دي بتختلف من شركة لأخرى زي أختنا اللي سألت من كم حلقة في الأسبوع الماضي وبعدين بتقول إحنا هيقتطعوا من المرتب بتاع زوجها مبلغ ثابت ويدهولهم بعد عشرين سنة هو هو المبلغ أنا في نظري لو كانت المعاملة حضرتك فهماها صح وأنه هذا العقد من أنواع التأمين أنه يحوش لك المبلغ ويدهولك هو هو بعد عشرين سنة أنا شايف أن ده غبن للحق وده عقد يبقى فيه نوع من تضييع الحقوق بالنسبة للإنسان لأنه قيمة هذا المال بعد عشرين سنة القوة الشرائية للجنيب تختلف طيب ما أنا حويشهم وحطهم في بنك يبقى أنا لما بيدين العلماء الهيكة للعام اللي نقدر أمشي فيه ده مش معناه الإنسان يغيب العقل لا على الإنسان أن يراجع عقد التأمين ده ويشوف إيه وضعه في نظر ما قلناه قبل ذلك وبالذات أنواع التأمين التجاري ده حتى لا يضيع الإنسان لا حقه ولا حقوق من يأتي من بعده والله تعالى أعلى وأعلم سلام عليكم